أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة التعارض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام وأشرت النيابة العامة إلى أنه طبقا لقانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر تعارض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام وكل ذكر تنكر في زي امرأة أو دخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة